أهلا بحضراتكم من جديد وعلى مدار 30 يوم عشنا موسم رمضاني مميز مع الشركة المتحدة واللي قدمت توليفة ووجبة درامية متنوعة ما بين التاريخي والاجتماعي والشعبي ملاحظات إيجابية كتيرة جداً كانت واضحة الموسم ده من حيث جودة النصوص وتقديم الوجوه الشابة والإبهار على مستوى الصورة كلام كتير هل نقشق النهاردة عن دراما رمضان مع المتحدة وضفنا الناقد الفني المتميز وصديقي العزيز الأستاذ مصطفى الكيلاني أستاذ مصطفى أهلا بك معنا أهلا سأل بك سأل وكل سنة طيب أحرك طيب أبني أخليك يعني أنا سعيد أولاً أنت معي النهاردة على مستوى الشخصي والجمهور بيحب يسمع منك لأنك دائماً بتدخل فصول بالموضوع دراما رمضان المتحدة السنة دي أعتقد أن هي كانت موسم متميز أكتر من قبل كده بكتير شفنا إيجابيات كتير شفنا ملاحظات كتير خلينا نبدأ من أهم الملاحظات اللي أنت لحظتها تحديداً على الموسم الرمضان السنة دي طيب الموسم ده رأى فيه إيجابيات كتير ده مبنى على مدار سنين حصل تراكمات بشكل إيجابي معالجات للسلبيات اللي ظهرت خلال الموسم اللي فاتت حلول مبتكرة بشكل جيد أفكار جديدة اطرحت في الموسر طيب تعالي نبدأ إيه إزاي حصل التراكم التراكم حصل من إنتاجات متعددة شفنا إيه الإيجابيات فكملنا عليها شفنا إيه السلبيات بدأنا نلغيها شفنا نمازج جيدة كنا بنقول الأول مثلاً في مشكلة سيناريو وكننا احنا كناس بتوع فن بنقول لا ما فيش مشكلة سيناريو في مشكلة اختيار سيناريو في مشكلة أن المسلسلات بتدخل والسيناريو لسه ما تكتبش أو بيتكتب أو ماكملش ماكملش في احنا عندنا بيدخل بثلاث حلقات وخمس حلقات والبقى بيتكمل وقت التصوير السنة دي احنا هنعد مثلاً مع بعض هنلاقي الحشاشين السيناريو كامل جودر السيناريو كامل بدون سابق انذار السيناريو كامل حق عرب السيناريو كامل لحظة غضب كذلك تاني حاجة انه انت كان عندك مشكلة انه لطوال سنين قبل كده ما حصلش تصعيد ليه نجوم فبدأت من ووتشت تدي فرص ليه نجوم شباب فانت شفت اصام عمر في بلتو في ووتشت شفت كذا اسم شفت في بطولة السرية دي هو احمد ديشة معاه احمد داشة معاه في مسار اجبال شفت مثلاً مساحة لمخرج زي عدر عزيز النجار ومساحة السيناريست زي مهابطار فانت تروح مديهم فرصة في رمضان يعملوا على ووتشت برضو لحظة غضب وعصام عمر وياخد معاه احمد داشة ويعملوا مسار اجبال فانت عندك تراكمات حصلت التراكمات دي طلعت لك النتيجة دي فيه تراكمات خبرات فانت عندك بيتر ميمي مثلاً عمال يتطور بقاله فترة وكلنا ملاحظين التطور ده فيبدأ ياخد اعمال كبيرة ومهمة وضخمة زي الاختيار وغيره وبعد كده هب لا تعالى ننقل بقى منطقة تانية بالضبط منطقة فيها فكر اكتر فلسفة اكتر دراما اكتر وتعالى ورينها تعمل ايه فالراجل اجتمع مع عبد الرحيم كمال وعملوا حاجة جميلة نفس الحد انت النهاردة انوار عبد المغيس راجل بتاع مسرح بتاع دراما من زمان وحد فاهم فتعالى يا استاذ انوار اكتب لنا مسلسل ورينة اللي عندك فعنده وقال في ليلة وليلة اخد منها قصة جودة طب احنا السنة اللي فاتت ما عندناش وقت وهندخل مسلسل ضخمة بالشكل ده واحنا مش هنعرف نكمله لأ نأجل المسلسل سنة ويا ناخد وقتنا ونتقنع ومع ذلك برضو المسلسل لسه فيك مالة لسه عنا لسه عندنا جزئتان وهيرجعوا تصوير تاني بس اللي يطلع على الشاشة يبقى عمل مظبوط كامل بنسبة كبيرة في تلافل كل الأخطاء السابقة بالزبط كده انا بس عايز اخد من كلام حضرتك في البداية كده في مسألة الاستعانة بوجوه شابة كتير سواء بقى في التمثيل او في كل التكنيشنز الكتابة الاخراج يمكن ده رد السيد مصطفى لو توافقني على اول ما بدأت الشركة المتحدة تقول احنا هننتج المسلسلات قالك هتبقى حكرة على بعض النجوم فقط ويش هيدي فرصة وبدأت البعض يقول ان طب فينه الكتاب يبقى هم هيعتمدوا على كام كاتب لكن احنا بنلاقي ان وجوه شابة كتير في كل المجالات ظهرت وبقى وابطال كمان بالزبط كده احنا ده بقى نتيجة الترقمات بعض النجوم التعامل معاهم مش مظبوط كان فيه النجوم بتفرض عليك شروط منافية للعقل فالحل لأ انا ماشي شغال مع النجوم وفي نفس الوقت من خلال ووتشت المنصة بتاعتي بابني نجوم جديد فبفتح سكك اللي هو يقول ان احنا لازم نغير ولازم يطلع عندي بقى فيه نظام يعني انا عندي كريم عبدالعزيز واحد نموذج للالتزام كريم عبدالعزيز النهاردة هو مثلا واقف معاك دلوقتي وقعت بيهزر مع حضرتك وده كان كلام من جوه اللوكيش بيهزر بقى حضرتك تمام بيتر ميم يقول جاهزين يا جماعة تمام هب بقى حزن الصباح احنا بكلام يعني انت متأثر بشخصيته عشان عمر ده سؤال من عمر عمر زكريا زميل المخرج قول انت مربي داني زي متأثر بكريم لا داني آدم من داني كريم انا مقولوا لك كبلك كيربيس عشان تقولوا براحتك الداني دي آدم من داني كريم بس هو فعليا انت عندك النهاردة نموذج لفنان حقيقي شاطر حلقة الأخيرة كمان موهوب مجتهد بيذاكر ملتزم تماما النهاردة ما سمعناش في لحظة انه كريم أخر اللوكيشن ديئة ليه؟ الناس مخلصين مسلسل بالضخمة دي أصلا قبل رمضان طيب يعني احنا بنتكلم في انه فضل كان فضلهم تصور شط حاجات بسيطة كده بس في رمضان طبيعت معنا قبل الفاصل كنا بنتكلم على موضوع البحث طبعا في المحافظات على الحلقات الأخيرة الحشاشين متصدر طبعا لا احنا انت سيبك من المحافظات وسيبك من مصر خالص بقى ايه بقى تعال نتكلم على بره بحث المتابعة للمسلسل خارج مصر والتعليقات عالية والتعليقات السلبية اللي احنا عارفين بتجي يا جام نين لانه فيه ناس مثلا عندها عقدة مصر وده كلنا خلاص بقى هنا عارفينه وشايفينه لا اي ناجح لازم تمام بس فيه ناس تانية لعب تتكلم كلام يعني انا شفت حلقتين لتنين كتاب من المغرب العربي عايشين في فرنسا بينقشوا الحشاشين وقالوا سلبيات بالمناسبة وقالوا سلبيات بس المجمل النقاش فيديو عظيم تكلموا الحشاشين اللي اتنين منبهرين منبهرين بالمستوى اللي منعمول به الحشاشين هو ناقش فكريا حاجات وبرر حاجات وقال يا جماعة انتوا عاديين بتهاجموا كذا بس واحية وحد منهم قال المسلا موضوع اللغة العربية الفصحة قالوا لا اولا ده في العصر في عصر اصلا ما كانش فيه حدو يتكلم لغة العربية فصحة وثانيا لا في الجزيرة العربية ولا حتى في الشام لا ده في بلاد فارس موش تكلم معربي اصلا عملية اثراء لمسألة البحث طبعا وهاتو خد في وجودر جودر النهاردة انت بتتكلم دي عودة طبعا لالف ليلا وليلا بطريقة يعني عظيمة لا انت بتتكلم النهاردة في تصوير تايمور تايمور في ديكورو اشراف فني احمد فايز في ازياء الرائعة اللي عملها مونة التونسي في منتاج رحيب اللويلي في مزيكة عزيز شفعي من ناحية وشادي مؤنس من ناحية يعني انت بتتكلم في ازامي عزيز شفعي نجم من جوم لا نجم من جوم رمضان الزبط كده ومن ناحية تانية شادي مؤنس موسيقار حقيقي وفنان جميل والحشاشين كمان أمين بوحافة كمان طبعا أستاذ بالضبط الحشاشين بقى تتكلم على حسين عصر مدير تصوير واحمد فايز برضو احمد فايز برضو بداخل بمنظرين في رمضان والاثنين أتقل عملين أتقل عملين في الديكور والأزياء ده اللي خليني بقى أكلمك على مسألة الصورة لاني دايما هي الصورة عنصر أساسي وأعتقد وانت تصحح للمعلومة وقل لي ايه المعلومة الصورة في العمل الفني بيتيجي في المرتبة الكام لا طبعا الصورة مهمة الصورة مهمة جدا لأنه احنا زمان كان التلفزيون مررنا في لحظة كده كان التلفزيون إذاعة قوي راغي كتير حوارات طويلة بالضبط كده مش تعبير بصري احنا النهاردة لأ التلفزيون نبقى سالمة وأي حد يقول غير كده يبقى عنده نقص واعي ومش متابع اللي بيحصل في العالم احنا متفرج مثلا على مسلسلات عالمية على جيمة فرونز على ذا كراون على كوين في جنب على حاجات كتير جدا الصورة هي عنصر رئيسي مش الراغي مش إذاعة هي البطل الصورة بتشارك النصوص النصوص بقى النصوص بقى لأنه احنا النهاردة لأ انت بقى تعالى الصورة والتعبير الدرامي عن النص وعن الفكرة انت النهاردة الصورة أنا مش هجيب بيوسف وصور وات واعمل بقى جوة بقى ودرون وفي الآخر ده مش معبر عن الحالة بتاعت النص يعني تعالى نتكلم عن الحالة الأخيرة من الحشاشين شف الصورة شف الكادرات اللي متاخدها الكريم عبدالعزيز والنور من وراء والحالة اللي معمولة حوالين شعره ومع أداءه انت هنا الصورة مشاركة في التعبير بشكل واضح انت جزء من الكادرات اللي عملها إسلام خيري في جودر واللي عملها عمرة بدومة مثلا في بدون سبق انزار واللي عملها حسين عصر في الحشاشين انت بتتكلم هنا في مدارين تصوير على مستوى عالمي ده أول حاجة ثانيا مدارين تصوير مثقفين فهمين يعني ايه الدراما يعني ايه دراما المشهد ده يعني المشهد ده النقاش داير عن ايه وتعبيره البصر يبقى ازاي والحالة بتاعت كل كاركتر من الكاركترات اللي موجودة الشخصيات اللي موجودة ليه وده برضو بقى هنا بقى يجي بقى يجي بقى لحدودت السيناريو انت من الاول كل فريق المسلسل عنده المشروح عنده من اول حلقة لاخر حلقة من ممثلين في هو حافظ تطور الشخصية دي من اولها لاخرها مش مفاصل عن الموضوع كله بالزبط هو مش لسه الحلقة بتكتب فهو مش عارف اللي هيحصل ايه لا هو عارف من اول حلقة الاخر حلقة الشخصية وصلة لفين فهو تطوره والكريشند والتصاعد الدرامي رايح فين ونقطة الزروة فين والماستر سين فين فهو قادر يستوى من ناحية تانية انا عندي مهندس ديكور فاهم ومصمم ازياء فاهم ومنتير فاهم لانه برضو عنده نص من بدري فبيقعد مع المخرج يتناقش معاه مخرج بالزبط ومخرج بقى بيدير المنظومة لا 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 ومخرج طبعا لا 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 ده الاساس لانه هو رب العمل فهو مخرج بيبني المنظومة كاملة وهو عنده دراية هو ورايا جاي من فين ورايا فين وده البقى الوعي ففعليا ابو الحدوطة السيناريو انا عندي سيناريو كامل 30 حلقة خلصت كل التغييرات اللي انا عاملها فيه قبل مبدأ تصوير اصلا احنا وخلصين كل حاجة احنا كما يقول كما كان يقول الراحل يوسف شهين بعد ما يخلص السيناريو ويخلص الديكوباش بتاعه ويعلقه في مكتابه وفي مكتب الإخراج وفي مكتب الإنتاج انا كده خلصت الفيلم فضل التصوير فهم عملوا نفس الحدوط هما خلصوا المشروع وبعد كده عملوا التصوير فانا عندي الموضوع بقى واضح من اول لحظة فالنتيجة النتيجة انه النهاردة اقدر اقول انه النهاردة انا عندي يتعرض على اي منصة عالمية جودر ولا الحشاشين ولا بدون سابق انظهر ولا لحظة غضب ولا كامل العدد بلاس وان ولا بابا جه النهاردة لو تعرضوا على اي منصة عالمية لا فيه هنا بقى فيه موضوع من ناحية تانية احنا النهاردة عندنا مسلسلات اطفال عندك يحية وكنوز وعندك نورة اللي كاتبهم محمد عدلي مثلا نورة ده محمد عدلي كده وسامح ابو بكر عزت بتعمل بتشرف على الدراما بتاعت الموضوع وعندك تلاتة كاتبين معاه عندك بقى مشروع مبني من البداية وشغال عليه بشكل جيد وغفيرة زي المهم الزهد كده فيه خطة فيه منهجية مش بنشتغل كده وزي عشوائي وزي ما طلع زي ما كنا مشوف زمان بس عبتو دي بقى الاستراتيجية الكاملة ايوة اللي مبنية من اللي فوق من العنصر الاهم اللي كان زمان العنصر ده بيبوز المنظومة كلها النهاردة العنصر ده هو اللي بيصلح بقى دلوقتي اللي هو العنصر الانتاج عنصر الانتاج كم زمان مساهم في بوزان المنظومة في دلوقتي العكس تمام دلوقتي لا دلوقتي بقى انا عندي عندي وعي وعندي فهم طب احنا اتكلمنا عن ردود الافعال في الوطن العربي وانا عارف ان انت علاقتك يعني متوغلة في المغرب العربي على ايدك اه طبعا قولي انطباعا وخصوصا ان الشعوب المغرب العربي شعوب فنية اصلا شعوب مثقافة جدا انت بتسافر كتير خلال بقى الموسم والعرض كان بيجي لك ردود الافعال عامل اه طبعا كتير كتير يعني ردود افعال فورية وتعليقات مباشرة وبوشطات بتنشر على فيسبوك وبتابعها وبعلق عليها مع اصدقاء مش المغرب العربي بس لا سوريا العراق السعودية البحرين لبنان فلسطين فهو احنا عندنا ناس يعني مصر الحمد لله يعني تربعت دلوقتي عادة اطبعا انت اقول لك الحاجة زمان كنت لما اطلع الكلم اقوله ان احنا في الاختيار الاختيار تريند 30 يوم في العراق حيلا انت النهاردة لا مش الاختيار بس بس مش الاختيار بس لا انت عندك بطل واحد انت النهاردة مسلسل انا شايف النزول مثلا في العرض الرمضان زي لحظة غضب النهاردة الناس بتكلم ومعظم التعليقات النصابة مبارك واحدة من احسن الممثلات في رمضان السنة في لحظة غضب المسلسل اللي ما تعرضش على تلفزيون تعرض على المنصة بس على وانشت النهاردة الناس كلها بتتكلم على الطفل بتاع مسلسل كدون سابق انظار انت بتتكلم على ممثل في وعي كمان في المشاهدة اللي انت بتشوف حاجات مركز معها ويمكن ده بيساعدك فيها طبعا المخرج والمؤلف انه هو هيخليك الشخصية دي فيها حاجة لازم تشدك لها بالضبط كده بالضبط انت النهاردة لما طفل في مسلسل من مسلسلاتك طلع تريند السبعة يام الاخرانين في ربضان في ظل بقى ان الحشاشين في الزروة وفي ظل جودر نزل بالجرافيك بقى وشغل التصوير المبهر والديكورات العظيمة واماكن التصوير الخارجية اللي تصورت في المغرب بالمناسبة عظيمة جدا جدا بتمثيل هايل بممثلين شباب منورين طبيعي في وسط ده كل ده ان فيه اعمال تنظلم طبيعي فيه اعمال تنظلم بس لأ والله انا بقولك اهو انت في ظل كل اللي حاصل ده عندك عمل هادي وإقاعه رايق وهاني خليفة عمله بمزاك خالص بس الناس بتتكلم عليه انه فيه طفل فيه طلع تريند طيب فده ده طبعا في رمضان اربعة وعشرين وتقيل كله وتقيل طبعا كله طيب لما يطلع لك عندك طفل معنا كده ان فيه اه دراما الاجتماعية يعني بدأت الاسرة بقى تشوف مسلسلات تاني وتتجمع حوالين المسلسلات اه بدون اي خوف من اللي احنا كنا منشوفه قبل كده اه الدراما الاجتماعية تحديدا السنة دي في رمضان شوفتها ازاي طيب انا عندي بقى تعالى نتكلم بقى دراما اجتماعية كوميديية اه انا عندي بابا جيه اه بابا جيه النهاردة بابا جيه المشروع من بدايته هو مشروع اجتماعي فيه كوميديا اه بس لقى ده مشروع اجتماعي مهم جدا هلقت الاباء والابناء وازاي الاباء بيتربوا عن طريق الاباء انا بشوفه تاني مرة اليومين دون انا بدأت اشوفه تاني لتاني مرة ده لازم انت لازم تدريسه دايما في مسلسلات الاجزاء التانية بتبقى ايه الجزء التاني اقل شوية حالو لا الجزء التاني عالي جدا طوى شرف دينا يعني برضو اه بالظبط يعني انا كنت قبل ماجي الحلقة كنت عاد بتفرج على الحلقة الهربعة عشر وعمال من كتر ما انا مستمت فيه حاجات عمال عيدها فانت النهاردة انت بتقدم افكار مهمة جدا بتقدم تفاصيل مهمة جدا علاقتنا بقى بالانترنت علاقتنا بال بابا بابا الاب الجامد مع ولاده اللي مش اخد باله وكمان ما فيش مشاكل او موضوعات مكررة في التناول لا خالف بالعكس حتى بالمناسبة لا انا تعالى نتكلم فيه تكرار حصل في حدودة علاقتنا بالانترنت في كذا مسلسل بس هل المسلسلات بنفس الطريقة لا طبعا التناول مختلف تماما حضرتك زمان لما كانوا بيتدربونا في الصحافة انه خد الخبر ده اللي منشور في جورنال الاخبار عيد صياخته بالشكل اللي يناسب جورنال اهرام وعيد صياخته بالشكل اللي يناسب جورنال حزب الفكرة والخبر واحد لكن الطريقة والتناول والصيارة مختلفة انت النهاردة بتناقش نفس القضية بس من زواية متعددة وتفضل تناقشها بالمناسبة يعني انت نقشتها فيه وبيننا معايد قبل الموسم ونقشتها في صوت وصورة برضو في موسم المنتصف نفس الحدود بس ده مقضم وضوع تقساري جدا وتقدر تناقشه في أكتر من طريقة وأكتر من شكل النهاردة مثلا فكرة الهوية انت منقشها فيها حيو كنوس ومنقشها جوية في نور وفكرة البنت وتعامل البنت في المجتمع منقشها في نور ودي حاجات موجهة لأطفال بالسحر منتفرج عليها فكرة بقى أو جزئية المسلسلة اللي هي الخمستاشر حلقة ايه رأيك فيها نجحت السنة دي جدا فكرة اعلام فكرة اعلام بتاع زمان بتاع سياخة طولها كم سياخة طولها صح انت فيه أفكار هي هو طولها كده ده عدالها زي أقول بالضبط هو ده توبها هتنط فيها هتيبقى مشكلة بالضبط فانت انت عصفور النار بجلالة قدر واحد من كليسيكيات الدراما المصرية ماشي 17 حلقة وفيه مشانسلات هو وهي هو كان كم حلقة 10 حلقات انت النهاردة بتتكلم عن أفكار وصراعات كان فيه السباعيات اللي هي كانت سباعيات طبعا وكانت الصهرات كمان كان ممكن الموضوع يتنقش في الصهرات بالضبط انت فانت النهاردة هو يعني أنا مثلا كان فيه عندي مشالسة الكتيبة 200 حلقة و14 حلقة هم وتتوبه في عشي زودة اكتر فانت النهاردة انت عندك فيه أفكار الصراعات اللي فيها ما تتحملش مط ما فيهاش انت النهار ده بدون سابق انذار وانحنا لسه بنتكلم طفل فيه طلع ترين هو مكتوب كده يعني قال ما كفرنا اللي كتبه القصة والمعالجة الدرامية وعمر الدالي اللي عامل معالجة السيناريو والفريق اللي معاه بقى سمر طهر وبقى الفريق المجموعة هو كله خمس أشخاص قاعدوا يكتبوا بس هو مش هيزود في الحد مش عشاننا معايا عدد ورشة كبيرة فنقعد نطول براحتنا ونخترع حاجات بوض الموضوع بمناسبة الكتابة اعتقد ان الموسم ده السنة دي برضو ما غفلش مسألة الأعمال الأدبية يعني دينا اخدها قبل ما نختم فقرتنا كان عندنا عملين متاخدين من أعمال أدبية عندنا امبراطورية ميم وعتابات البهجة فكرة الأعمال الأدبية احنا بدأنا نرجع عليها تاني بالضبط احنا برضو التاريخ عندنا ثري بالأعمال الأدبية اللي تصلح للعرض وفيها أفكار تناسب الشرائح المختلفة اللي موجودة تابعت ازاي امبراطورية ميم وعتابات البهجة وشفتهم هل تم تناولهم بالطريقة زي ما مكتوبين ولا بطريقة تناسب أكتر العرض لا ده هو امبراطورية ميم محمد سنماع عبد ملك غير خالص يعني هو عمل دمج ما بين القصة القصيرة بتاعت امبراطورية ميم اللي كتبها اللي كتب الراحل أحسان عبد القدوس مع الرايا البيض هو لعب الجيم ده اه هو لعب الجيم ده وعمل المزج ما بين الحددتين في حدوتة من ألطف ما يمكن أبطالها مش خالد النبوي العكس أبطالها رأسين ولاد الشباب والاختيار الجيد ليهم والشكل اللي هم طالعين بيه على الشاشة دولة أنا شايف ان دولة أبطال الحدوتة عتبات البهجة السوز يحي الفقراني والمجموعة اللي كانت موجودة هم اشتغلوا على الفكرة بتاعت الكاتب إبراهيم عبد الجيد ورويته عتبات البهجة بس أنا كنت شايف انه كانت محتاجة منهم وقت أكتر في الكتاب المسلسل جيد جدا بس في الآخر كان التناول محتاج يبقى مختلف شوية يناسب الناس اللي متعودة عليه مع الأستاذ يحي أستاذ يحي كان الناس حطا في منطقة من بعد الحاجات الأخيرة الأخيرة تيلة اللي عملها بالضبط فهو كانت منتظرة منه حاجة إنه هو مثلا يبقى لسوز يحي واحد من أعمالة الحشاشين مثلا أكي أيو لأنه دي الناس اللي منتظرها فيها بس المسلسل على ما أظن إنه ما إعادت مشاهدته إنه برضو فيه مسلسلات بتتظلم برضو ما هو ده اللي أنا يمكن أختيب به معك الفقرة دي وأنا آسف طبعا اللي دي الوقت مشاهدة ما بعد رمضان بالضبط أعتقد الأمور بتختلف والنهاردة الفقرة دي أعتقد برضو كانت تفتيح للمسائل واللي ما شافش أعمال معينة هيرجع يشوفها بقى بنظرة الناقد بقى لزي ما أنت قلتنا كده إحنا نفسينا ملحاناش إحنا نفسي شغلالتنا دي ملحاناش نشوف كل الأعمال لا أنا ما عاملهم جدول دلوقتي ما نبدأ بقى أنا بشكرك جدا ضيفي العزيز وصديقي الحبيب الأستاذ الناقد الفني الكبير مصطفى الكلاني نورتني وشرفتني وكل سنة وأنت طيب مرتا وأنت طيب يا جبيل مشارف لي والله أنا أنا مشارف لي أنا وشرف لكل المشاهدين التاسعة مشاهدين الفقرة خلصت مع ناقد الفني المتميز الأستاذ مصطفى الكلاني لكن الكلام عن دراما رمضان والموسم الرمضاني مستمر ولكن بطريقة أخرى معنا بعد الفاصل الفقرة الرئاسية ولقاء مع الفنانة القديرة ميمي جمال والزميلة شفكي المنيري أسيب حضراتكم مع الفقرة وأقول لكم تصبح على خير وكل سنة وحضراتكم طيبين ونتقابل السبت إن شاء الله